كما أجرى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري فيصل المقداد وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له اليوم الشقيقة سوريا وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل إلى نظيره السوري قرار مصر بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية والشفاء العاجلي للمصابين تضامنا مع سوريا